اشتركوا في القناة وهو منزلة للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يمكت القمر في هاي المنزلة لغاية الساعة 4.28 دقيقة من مساء اليوم الخميس 11.11 لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة طبعا القمر اليوم موجود في برج الدرو في ساعات متأخرة من اليوم بيصير عنا خلو مسار ولكن الان هو في حركة امامية بدون اي خلو مسار بشكل مجموعة من الزوايا رح نذكر اشي ذكرناه بالامس واشي ذكرناه اليوم طبعا القمر لما بيكون موجود في برج الدرو بيأثر على جميع الابراج انه بالفترة هاي بنشعر انه بحاجة ماسة للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين اكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي او مجموعة من الرفاق او تجربة اسلوب جديد في حياتنا وبيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي اكثر من انه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة او ادخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا او اجهزة الكترونية شراء اجهزة الكترونية تلفزيون استيريو اشياء مثل هيك او تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في زاوية ما زالت مؤثرة الزاويتين هم الزاوية الاولى هي زاوية التربيع السلبية اللي ذكرناها مبارح هي زاوية بين عطارد وزحل وهاي ذكرناها يوم امس ما زالت اليوم برضو تأثيراتها موجودة انها بتسبب التعب والقلق والحذر الميل للكآبة وبتحد من الخيال وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للارهاق وهذا الشيء ممكن يضر بصحتنا اما بالنسبة للزاوية الاخرى وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين زحل وهي اللي ذكرناها انها رح تتشكل في اخر ساعات يوم امس وهي اليوم رح تتشكل فعليا الساعة 11 و13 دقيقة من مساء الليل الاربعة وهي زاوية التربيع والنقوية لها تأثيراتها من فترة تقريبا خمس ايام وما زالت مستمرة يعني لسا الاحداث مستمرة كمان خمس ايام قادمات بتتزايد فيها المواجهات والمشاحنات واعمال العنف والعصبية اللي بتخلف عادة بعد هاي زاوية مشاكل عديدة كما انه في هاي الفترة بتزداد العصبية عنا وعلينا انه نتمالك اعصابنا نضبط نفس عنا عند التعامل مع الغير ونتجهنا بالمواجهة ممكن يتفاقم اي شعور بالملل ويتحول لها نوع من انواع الامتعاض الداخلي وبينعكس هذا الشيء على علاقاتنا مع الغير اما بالنسبة للزاوية التي راح تتشكل التي راح الزاوية التي ستتشكل بعد منتصف الليل هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين اورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و45 دقيقة بعد منتصف الليل اللي هي الاربعاء على الخميس بتوقيت جرينش طبعا بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني يفضل اخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بشكل سلبي اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين الشمس يعني بمعنى اخر ان القمر اصبح نصف بدر وهاي راح تكون في تمام الساعة 12 و45 دقيقة بعد الظهر بتخلق هذا الاتصال لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والافكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الاخرين اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي راح تتشكل هي زاوية اقتران ايجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة 7 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني برضو بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بصير في عنا خلو المسار خلو المسار بيبدأ الساعة 7 و51 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش وبيستمر حتى اليوم التالي اللي هو يوم الجمعة حتى تمام الساعة 57 دقيقة صباحا هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار اليوم بدأ تأثير زاوية التربيع اللي رح تتشكل بين الشمس وبين المشتري وهي زاوية اوجها او ذروتها رح تكون يوم 15-11 ولكن ابتداء من اليوم مساء بتبلش تأثيراتها فبتلاقي انه بعض الاشخاص بيميلوا انهم يعيشوا بمستوى اعلى من مستواهم فعشان هيك ممكن يبدروا الاموال او انه يدخلوا بمقامرة في ناس رح تحب المقامرة او المراهنة او المضاربات المالية ولكن هذا الشيء سلبي عشان هيك هذا الشيء ممكن يعرض لمشاكل مشاكل اما خسارة مالية او انه ممكن يعرض بعض الاشخاص لمشاكل مع السلطة او العدالة هذا الاتصال غالبا بيسبب نوع من انواع المغالى بالنفقات يعني ما برضى الواحد يشتري الشغلات الارخيصة بصير بيشتري اشياء غالية واعلى من مستوى يعني اعلى من دخله بمعنى اخر يعني ببذخ بصير فيها فممكن هذا الشيء يسبب برضو خسارة مالية وفشل بالمشاريع هاي زاوية اجمالا هي بتبدد الحضوض في اي مسعى منقوم فيه يعني بمعنى اخر من اليوم يعني من يوم الخميس مساء لغاية يوم عشرين احداش لا تعتمدوا على الحضوض في اي مسعى بالنسبة للاعضاء الصحية اللي اليوم هي بقمة حساسيتها او اكثر حساسية بتكون عشان هيك لازم نوفر لها العناية الاضافية وبرضو الاهتمام فيها اللي هي بطة الساق بطة الرجل من تحت الكاحل والساق وتر العرقوب اللي هو اخر الرجل من تحت عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية هدولا الفترة هاي بكونوا في حساسيتهم عشان هيك الاشخاص اللي عندهم نقص ماغنيسيوم او نقص بوتاسيوم يحاولوا ينتبهوا عشان الاستفات او شد العضل اللي بصير معاهم هذا واحد واثنين اللي بيعاني من اشياء لها علاقة بهاي الامور ممكن يكشف طبييا او يراجع طبيب لا وصف علاج لهذه الامور ولكن لا ننصح باجراء عمليات لهاي الاشياء او الاعضاء اللي احنا ذكرناها في هذا اليوم طبعا في زاوية ايجابية هي بدأت ذكرناها يوم امس بدأت تتشكل بين الشمس ونبتون اللي رح يكون اوجها يوم 12-11 هاي بتعمل على تحسين القدرات الفنية والجمالية فعشان هيك هاي فترة مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة غير مناسبة لازالة الشعر الزائد وبتصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولا تصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا في الفترة هاي هو مناسب ولكن اعراض الجانبية بتكون واضحة فعشان هيك بفضل انه مثل العادي هو في اعراض او بدون اعراض يعني بالنسبة للبندول او البرستمول حبتين كل 6 ساعات لمدة 3 ايام هذا اشي ضروري المميع برضو ضروري لمدة 3 ايام خصوصا للاشخاص اللي ما بخدموا ميعت اللي هو البيبي اسبرين بالنسبة طبعا لعمر القمر عمر القمر المربع 7 ايام في تمام الساعة 10 و 38 دقيقة صباحا بيصبح 8 ايام نسبة الاضاءة 50% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 منتحسة بنسبة 40% القمر في الدلو حتى يوم 12-11 منتحس الان بنسبة 100% ولكن في ساعات يعني الظهر تقريبا بتصير سعيد بنسبة 30% وبتتزايد مع ساعة المساء عطارد في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 65% الزهرة في الجدي حتى يوم 19-12 سعيد بنسبة 60% المريخ في العقرب حتى يوم 13-12 منتحس بنسبة 40% المشتري في الدلو حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% بلوتو في الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا الأصدقاء اليوم القمر في بيت الأصدقاء ولكن أنه بلش يجهز حاله للانتقال لبرج الحوت وهذا يعني أنه بيت متاعبكم عشان هيك بدك تحاول أنك أنت تنجز كل الأعمال الضرورية والمهمة اليوم على أساس أنه ما تتراكم عندك الأمور في فترة وصول القمر للحوت اللي هو بيت متاعبك فعشان هيك اليوم لازم تستغلوا بعض الأصدقاء لإنجاز بعض الأمور المهمة في منك وأشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك اليوم في نوع من أنواع التحالف رح يكون ما بينك وبين الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس أهم تحذيرين أنه حاول أنك ما تفرض سلطتك على أحد الأصدقاء اليوم وما تتعامل بطريقة فضة يعني أو بعصبية أو بنوع من أنواع التحكم مع أصدقائك وفي نفس اللحظة بدك تنتبه لأمورك الصحية من بعض التقلبات اللي ممكن تصير اليوم يعني صحتك بدها نوع من أنواع الرقابة وفي نفس اللحظة حاول أنك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين زملاءك في العمل برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم مش أنك تقدم أفضل ما لديك لأنه إذا قدمت أفضل ما لديك ممكن تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسؤولية هاي فترة صعبة لأنه أول شيء هي رح تضغطك على مستوى أمور إلها علاقة بالعمل والسمعة وعلاقتك بالمسؤولين وبالمقابل رح تضغطك على مستوى البيت وهذا الشيء رح يسبب خلافات ما بينك وبين الشريك أو سوء تفاهم وخصوصا شريك العاطفة في منك رح يدخل بنقاشات مع شريك المال في الفترة هاي بانصحك إنك تراجع كل الأوراق والمعاملات اللي بدك توقع عليها وتستشير أهل الاختصاص قبل الإقدام على توقيعها برج الجوزاء بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة في منك أشخاص ممكن يشاركوا في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن اليوم تلتقي بوجوه أو آراء وثقافات مختلفة يتقوم بالحوار فيها الأجواء لطيفة بتحيط بحياتك وخصوصا من ساعات ما بعد الظهر تقريبا أو من ساعات الصباح وهذا شيء رح يعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة مثمرة على جميع الأصعد إلا أمرين الأول إذا كان عندك سفر اليوم بدك تنتبه على أغراضك وموعد طيارتك انتبه أثناء اتصالاتك وحواراتك عشان ما تنفهم بشكل غلط إذا كان عندك امتحان بدك تدرس وتستعد وما تعتمد على الحضود وبالمقابل أمور إلها علاقة يعني ببيتك الثامن اللي منقول لك يعني بدك تنتبه على أموالك على البذخ على الإسراف أو إنك تتهور في بعض الأمور المالية وهذا الإشي ممكن ينعكس سلبا على وضعك برج السرطان بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى بدك تحذروا من أي شراكة مالية ما بيناسبك إطالة الخلاف والزعل حاول إنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش اليوم موضوع إلو علاقة بإرث أو موضوع مالي ولكن اللي بحذرك منه اليوم إنك أنت ما تفتح مواضيع قديمة أو أشياء إلها علاقة بالماضي أو إنك تناقش بأمور مالية بنوع من أنواع الشراسة يعني بمعنى آخر بدك تكون مرن ما توقع على أي أمور مالية بدون ما إنك تتفحصها أو أوراق وفي نفس اللحظة بدك تنتبه على المستوى العاطفي علاقتك بالأحبة ما تخليها تتوتر أو إنه شوي تنفعل وتعصب أو تحاول تفرض رأيك عليهم لأنه هذا الشيء برضو رح ينعك سلبا وما تخلي الوسواس يسيطر عليك برج الأسد بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء إنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال حاول إنك تعالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة حاول إنك ما تتسرع باتخاذ القرارات اليوم وخصوصا إنه القمر مقابلك وبرضو في نفس اللحظة الكواكب بتتجمع في بيت الشراكي هذا ممكن يسبب خلاف ما بينك وبين الشريك أو سوء تفاهم أو تنزعج من تصرفات الشريك حاول إنك ما تفرض رأيك ما تدخل بنقاشات اليوم معه وفي نفس اللحظة بدك تكون مرن الأمر الثاني اللي هو أمر الكواكب في البيت الرابع اللي بيسبب نوع من أنواع التوتر به على المستوى العائلي فعشان هيك ممكن يصير فيه عطل منزلي أو حدث عائلي أو نقاش ممكن أنت تحتد أو ما تتقبله عشان هيك ضبط الأعصاب مطلوب برج العذراء بيبدأ العمل بالتراكم عندكم تدريجياً فعشان هيك بتكون تنجزوا فقط اللي بتقدروا عليه من الأعمال أو من العمل المباهم بدون ما تبالغوا في إنجازاتكم بتكون تنتبهوا لغذائكم تنتبهوا لراحتكم ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم بدك تكون أكثر تنظيماً وتحسن إدارة الوقت بالنسبة لك اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي خذ قسط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن طبعاً وبسبب الزاوية اللي قاعد بتتشكل برضو في بيت الصحة فما نقول لك بدك تنتبه بشكل جيد على صحتك على عملك اللي شوي بيأثر عليك من وقت لآخر وفي المقابل بدك تنتبه أثناء نقاشاتك وحواراتك فعشان هيك بدك تكون واضح وفي نفس اللحظة ما تطلع بكلام يكون مش مفهوم أو ينفهم خطأ بدك توضح كل شيء ابعد عن الانتقاد قدر الإمكان انتبه أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك معن بعض الإصابات برج الميزان بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم هاي فترة مثمرة وإيجابية تستعيد اشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة لأن الظروف بتكون ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات أهم شيء أنه اليوم تنتبه من محاولة فرض السلطة على الأحبة ممكن تقلق على أحد الأبناء أو أحد الأحبة اليوم أو تتوتر بسبب مسألة معينة حاول أنك تنتبه من فرض رأيك على الأحبة أهم شيء الوالدين وأهم شيء للأبناء بهاي المرحلة طبعا بالنسبة للأمر الثاني اللي بدكت تنتبه له اللي هو الأمور المالية ابعد عن المشتريات الغير ضرورية وإحرص على مالك من السرقة أو الضيع حاول أنك ما يعني ما تبالغ بمشترياتك نوع من أنواع التهرب من الواقع برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكو بين أفراد العائلة ولكن ممكن تضطر للاهتمام بالتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية الفترة هاي بتحمل مصاريف إضافية عشان هيك ممكن تظهر بعض الأعطال المنزلية أو المشاكل العائلية اللي بتلفت انتباهك بشكل كبير عشان هيك حاول أنك تكون مرن تبعد عن أي صدام ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تقلق على شخص من أفراد العائلة بالفترة هاي ولكن الأعمال المنزلية أنا بشوفها كثيرة بالفترة هاي ومرهقة أما بالنسبة على المستوى النفسي فبشوف أنه لا اللي أنت ما زالت الأجواء عندك مضطربة في نوع من أنواع التوتر أو القلق أو الوسواس هو اللي شوي يعني مأثر عليك بشكل كبير حاول تريح حالك وابعد عن أي شيء ممكن يعكر صفوك برج القوس بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار اليوم أنت بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات ولكن بدك تكون حذر أثناء تنقلاتك يعني حاول أثناء تحركاتك أو تنقلاتك تنتبه من الإصابات وفي نفس اللحظة تفقد سيارتك لأنه ممكن يصير بعض الأعطال فيها أو في الأجهزة الإلكترونية أما بالنسبة لبيت المتاعب فبشوف الوضع الصحي بضغط عليك بشكل كبير بالفترة هاي وهذا برهقك وبنزل من طاقتك فعشان هيك انتبه لصحتك انتبه لتغذيتك حاول انك ما تغامر بالفترة هاي وما تجازف في منكو أشخاص ممكن يهتموا بزيارة إما مستشفى أو سجون برج الجديد تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بدكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لسيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم اشي انك ما تتسرع بتوظيف الأموال وحاول انك تدقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم اشي انك تتفاعل الأهم من هيك انه بما ان الضغط أغلبه رح يكون على الأمور المالية فدير بالك انك اليوم تبالغ بملذاتك ومصاريفك ومشترياتك اللي من الأفضل انك تنتبه لها بالفترة هاي انك تشتري أشياء انت مش بحاجتها أو تهرب من الواقع بمعنى آخر تتفشش بالمشتريات أو نازوات التسوق فعشان هيك بدك تنتبه على أمورك المالية بشكل كبير أما بالنسبة للأمر الثاني هو علاقتك مع الأصدقاء حاول قدر الإمكانك ما تخوض أي نقاش أو حوار لأنه بالفترة هاي أساسا هو في صعوبة من أنواع التفاهم ما بينك وبين الأصدقاء أو بفهموك بشكل خطأ حاول انك ما تفرض سلطتك عليهم وما تتحكم فيهم يعني بدك تكون مرن شوي وتبعد عن المشاكل برج الدلو بتبدأوا اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية اليوم رح يكون فيه نشاط أعلى من الفترة الماضية فعشان هيك ممكن تعودوا النشاط المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركض عليك اليوم التحلي بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتك وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق اليوم نجاح باهر الأهم من هذا كله أنك اليوم بدك تنتبه على انفعالاتك على عصبيتك وبرضو خلي كلامك واضح وأسلوبك واضح أثناء التحامل مع الغير الأهم إذا كان عندك سفر أو تنقلات أو اتصالات خارجية مع أشخاص أجانب حاول أنك اليوم ما تفلت بكلمة أو بتصرف يزعجهم أو يعمل خلاف ما بينك وبينهم اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضود برضو اللي عنده سفر بده يتفقد أمتعته أوراقه بشكل جيد اللي عنده قضية قضائية برضو بده يكون جاهز لكل شيء جديد بالفترة برج الحوت بيسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي بسبب وجود القمر في بيت المتاعب من صباح الجمعة القمر رح يوصل لعنكم ولكن بدك تحاول انك تمشي الفترة هاي بأي طريقة كانت حاول تنظيم أمورك والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف أموركم والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو من سوء تفاهم أو من التباس بدكوا تحاذروا من البدء بأي شيء جديد وحاولوا انكم ما تسمحوا للقلق انه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهوداتكم بالفترة هاي وخصوصا على الأمور الضرورية والمهمة لأنه بدكوا طاقة تساعدكم على الأمور هاي ما تتركوا الوسواس يسيطر عليكم ولا القلق ولا اللي هو الشك أهم إشي زي ما حكينا ضبط الأعصاب في منكو أشخاص اليوم رح يهتموا ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر أو اتصالات بعيدة أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد اهتموا فيها بشكل جيد وفي نفس اللحظة اللي عنده امتحان أو مقابلة يبدو يدرس ويستعد بشكل جيد وانتبهوا أثناء قيادتكم للسيارات وخصوصا على الشوارع المفتوحة أهم إشي الامتحانات والقضايا القضائية لازم تركزوا فيها جيدا هيك بنكون انتهينا من حلقتنا من توقعاتنا بحب أشكر الجميع على كل النشاط اللي انتو بتعملوه والتعليقات والدعم اللي بيجي إن كان دعم معنوي دعم حسي دعم مالي بالانتساب أو اللي بيدعموه من خلف الكواليس شكراً لكم جميعاً على كل شيء وإن شاء الله إني ما بقصر بالأيام الجاية بشيء رغم إنه الوضع شوي حساس عندي ولكن بحاول قدر الإمكان إنه ما أرهقش حالي وفي نفس اللحظة ما أقطعكم من التوقعات فعشان هيك حاولوا يعني اللي فاضي هيك بقدر يدعي لي يدعي لي لكم كل الاحترام والتقدير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء